موسيقى اول تعليم من الموسيقار حلمي بكر على حقيقة زيارة الفنان عاد الامام الى منزله شاهد بالفيديو حقيقة زيارة الفنان عاد الامام الى منزل الموسيقار حلمي بكر السلام عليكم لطفا قبل ان نبدأ لا تنسوا ان تعطروا فماكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا ان تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس مساكم بالخير عندنا ساحب عالمية جول 14 برو ماكس وساحب عالمية الف جنيه مصري كل الشروط تتفرج على 30 فيديو 70 على قناة كورا شراب وتكتب تنفيذ تعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة اول تعليم من الموسيقار حلمي بكر على حقيقة زيارة الفنان عاد الامام الى منزله طمعنا الموسيقار الكبير حلمي بكر جمهور ومحبيه على حالاته الصحية بعد الوعقة الصحية التي ألمت به مؤخرا وتسببت في عدم قدراته على تحريك قدميه بشكل كامل جعلته التزم الفراش منذ هذه الازمة لتلقي الاناق والحلمي بكر في تصريحات لموقع اليوم السابع انه استكمل خطة الالاج المحددة لحين الشفاء التام وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ثم زوجته السيدة سماح التي كانت على قدر كبير جدا من المسئولية سرعيته ومساندته خلال تلك الفرض خلال فترة مرضه الصعبة وحرص حلمي بكر على تقديم الشكر والتقدير لزوجته على موقفها تجاهه في هذه المحنة الشديدة مشيرا لانه لا يقبل عليها اي اساءة من اي مخلوق مهما كان وانه سوف ياخذ حقه بالقانون من كل انسان اساء اليها مؤكدا انه لا يقبل ان لا اي احد ان يتدخل في العلاقة الزوجية بينهم قائلا نعيش حياتنا بمنتهى الحب والصداقة انا لا اقبل لاحد الاساءة اليها وانا مش هغلط في حد ولا حد يغلط فيها او يغلط فيها او في ابنتها ويمر المسيقار حلمي بكر بلاحظات صعبة جدا خلال الايام الماضية بعدما تعرض الازمة صحية تسببت بعدم قدراته على تحريك قدميه بشكل كامل ويلتزم الفراش منذ هذه الازمة اللي تلقي العلاج وكشف السماح القرشي لزوجة حلمي بكر لليوم السابع ان السبب الرئيسي للازمة الصحية التي يمر بها زوجها هي الصدمة دي حصلت له نتيجة صدمته في استيلاء مدير اعماله على امواله التي تتقدر بمبلغ 2 مليون جنيه و 280 ألف جنيه موضحة ان زوجها كان بيشتكي من تعف القلب في الفترة الماضية ولكن الطبيب طمأنهم ولكن منذ ايام توقفت رجله عن الحركة تماما رغم انه كان يستطيع تحريكهما من قبل شاهد بالفيديو حقيقة زيارة الفنان عاد الامام الى منزل الموسيقر حلمي بكر الزهر موقع صد البلد الموسيقر الكبير حلمي بكر داخل منزله بالمهندسين والذي اتخذ من صالة الاستقبال بشقاته غرفة نوم حيث وضع له سرير مجاور لصور فوتوغرافية للتاريخي طوال مع قبار نجوم الفن الوطن العربي الذي تعاون معهم بالاضافة اول تعليم من الموسيقر حلمي بكر على حقيقة زيارة الفنان عاد الامام الى منزله شاهد بالفيديو حقيقة زيارة الفنان عاد الامام الى منزل الموسيقر حلمي بكر السلام عليكم لطفا قبل ان نبدأ لا تنسوا ان تعطروا فاماكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا ان تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس مساكم بالخير عندنا ساحب عالمية جوال 14 برو ماكس وساحب عالمية الف جنيه مصري كل الشروط تتفرج على 30 فيديو سابقين على قناة كورا شراب وتكتب تنفي التعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة اول تعليم من الموسيقر حلمي بكر على حقيقة زيارة الفنان عاد الامام الى منزله طمعنا الموسيقر الكبير حلمي بكر جمهوره محبيه على حالاته الصحية بعد الوعك الصحية التي ألمت به مؤخرا وتسببت في عدم قدراته على تحريك قدميه بشكل كامل جعلته التزم الفراش منذ هذه الازمة لتلقي الانت والحلمي بكر في تصرحات لموقع اليوم السابع انه استكمل خطة الالاج المحددة لحين الشفاء التام وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ثم زوجته السيدة سماح التي كانت على قدر كبير جدا من المسئولية في رعايته ومساندته خلال تلك الفرض خلال فترة مرضه الصعبة وحرص حلمي بكر على تقديم الشكر والتقدير لزوجته على موقفها تجاهه في هذه المحنة الشديدة مشيرا لانه لا يقبل عليها اي اساءة من اي مخلوق مهما كان وانه سوف يأخذ حقه بالقانون من كل انسان اساء اليها مؤكدا انه لا يقبل ان لا اي احد ان يتدخل في العلاقة الزوجية بينهم قائلا نعيش حياتنا بمنتهى الحب والصداقة انا لا اقبل لا احد الاساءة اليها وانا مش هغلط في حد ولا حد يغلط فيها او يغلط فيها او في ابنتها ويمر المزيقار حلمي بكر بلاحظات صعبة جدا خلال الايام الماضية بعد ما تعرض الازمة الصحية تسببت بعدم قدرتها على تحريق قدميه بشكل كامل ويلتزم الفراش منذ هذه الازمة اللي تلقي العلاج وكشفت سماح القرشي زوجة حلمي بكر لليوم السابع ان السبب الرئيسي للازمة الصحية التي يمر بها زوجها هي الصدمة دي حصلت له نتيجة صدمته في استيلاء مدير اعماله على امواله التي تقدر بمبلغ 2 مليون جنيه ومتين وثمانين الف جنيه موضحها ان زوجها كان بيشتكي من تعف القلب في الفترة الماضية ولكن الطبيب طمأنهم ولكن منذ ايام توقفت رجله عن الحركة تماما رغم انه كان استطيع تحريكهما من قبل شاهد بالفيديو حقيقة زيارة الفنان عاد الامام الى منزل الموسيقار حلمي بكر الزار موقع صدى البلد الموسيقار الكبير حلمي بكر داخل منزله بالمهندسين والذي اتخذ من صالة الاستقبال بشقاته غرفة نوم حيث وضع له سرير مجاور لصور فوتوغرافية للتاريخي طوال مع كبار نجوم الفن الوطن العربي الذي تعاون معهم بالاضافة انا عيش لها بوجع فهم انا عيش لها بوجع فهم انا عيش لها اوى اوى والي ربنا خلق وان بعيش لها انا عيش لها بوجع فهم اول تعليم من الموسيقار حلمي بكر على حقيقة زيارة الفنان عدل امام الى منزله شاهد بالفيديو حقيقة زيارة الفنان عدل امام الى منزل الموسيقار حلمي بكر السلام عليكم لطفا قبل ان نبدأ لا تنسوا ان تعطروا فاماكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا ان تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس مساكم بالخير عندنا ساحب عالمية جوال 14 برو ماكس وساحب عالمية الف جنيه مصري كل الشروط تتفرج على 30 فيديو سابقين على قناة كورا شراب وتكتب تنفيذ تعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة اول تعليم من الموسيقار حلمي بكر على حقيقة زيارة الفنان عدل امام الى منزله طمعنا الموسيقار الكبير حلمي بكر جمهور ومحبي على حالاته الصحية بعد الوعك الصحية التي ألمت به مؤخرا وتسببت في عدم قدرته على تحريك قدميه بشكل كامل جعلته التزم الفراش منذ هذه الازمة لتلقي الاناك والحلمي بكر في تصريحات لموقع اليوم السابع انه استكمل خطة الالاج المحددة لحين الشفاء التام وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ثم زوجته السيدة سماح التي كانت على قدر كبير جدا من المسئولية في رعايته ومساندته خلال تلك الفرد رأى خلال فترة مرضه الصعبة وحرص حلمي بكر